اهلا بحضرتك ايماس في بيئة رقمية بالكامل لساعات متتالية في امه يعملون ويلعبون ويتوصلون اجتماعيا داخل عالم افتراضي اسمه الميتا فيروس لكن هل فعلا الناس كانت عايزة ده من هذه الشركة؟ بعد مرور سنة واحدة بس من حلم مارك وبنهاية شهر اكتوبر انهار سعر سهم شركة ميتا الى اقل من 100 دولار وهو اقل سعر يصل اليه السهم منذ عام 2015 بعد اصدار الشركة تقرير ارباح الربع الثالث من العام والذي اشار الى انخفاض الارادات بنسبة 4% على اساس سنوي قبل الوقت ده كانت القيمة السوقية لشركة ميتا وصلت لتريليون دولار في منتصف العام الماضي تقريبا وكانت سادس اكبر شركة امريكية من حيث القيمة السوقية والان خسرت من قيمتها ما يقارب 70% بوصولها الى اقل من 290 مليار دولار لتصبح في المركز رقم 26 من حيث القيمة السوقية مش بس كده ارباح الشركة السنوية كانت وصلت ل46.75 مليار دولار والان تشهد الارباح انخفاضا باكثر من 24% علشان توصل حوالي 35.13 من 100 مليار دولار في عام 2022 وده ادى لاعلان مارك زكربيرج ان الشركة هتتخلى عن 13% من قوتها العملة اي اكثر من 11 الف موظف حول العالم وذلك بهدف تقليل النفقات طيب ايه السبب؟ السبب بسيط هو ان شركة فيسبوك او ميتا بوضت الطبخة الاساسية اللي قام عليها نجح من سنة 2008 بدأت فيسبوك في عمل نظام الاعلانات الخاص به وهو نظام اعلانات فعال جد بيستهدف البيانات الشخصية للمستخدمين الفكرة دي نجحت في تحويل الشركة لآلة اموال لا تتوقف لكنها جاءت بتكلفة باهظة وهي استياء وغضب المستخدمين انفسهم واللي شافوا ان فيسبوك بيستهدف بياناتهم ومع الوقت بدأت شركات التليفونات تطور انظمة تخلي فيسبوك مايتابعش بياناتهم وده طبعا اللي عملته بالتحديد شركة قبل من اول نظام 14.5 من 10 اي او اس اللي حرم فيسبوك من الميزة دي وخليها تفقد مليارات من اموال الاعلانات في اللحظة دي شاف مارك زوكربرج ان الحل ممكن يكون هو الاستثمار في الميتا فيروس وده هينقلها للجيل القادم من التكنولوجيا حسب وجهة نظره علشان يحقق زوكربرج هذا الحلم انفق مليارات الدولارات واستنفى التقاط الاف الموظفين في شركته لانه يؤمن ان الميتا فيروس سيكون مستقبل التكنولوجيا لكن في الوقت اللي زوكربرج تحمس الميتا فيروس كان فيه تشكك واضح من الموظفين في هذه الشركة وفي استطلاع رأيه في مايو الماضي قال 42% من الموظفين انهم لا يفهمون استراتيجية الشركة حول مشروع الميتا فيروس لكن رغم كل ده فضل مارك مركز في مشروع الميتا فيروس ولكن بدأت مشكلات جديدة تظهر الشركة اللي ركزت على الميتا فيروس اهملت تطوير منتجاتها الرئيسية بدلا من تطوير وتحسين تلك الخدمات تنفق الشركة موارد ضخمة لنسخ منافسها الرئيسي حاليا تيك توك وده ما سببش نجاح كبير لسببين اولهم انه خوارزمية تيك توك قوية وما حدش عارف سرها لغاية دلوقتي وبتقدر توصل لمستخدمين كتير جدا كمان السبب التاني هو اختلاف طبيعة الجمهور واعمرهم لكل تطبيق ومنصة في الوقت للجيل الجديد بيربط فيسبوك بانه منصة الاباء والعائلة والاخوة الاكبر بحثوا عن منصة تناسجه مكان جديد بيجمعهم يبحثون فيه عن الانتماء كان هذا المكان هو تيك توك بهذا حاولت شركة ميتا تقليد التطبيق حتى تصل الى هذا الجيل لكنها تنسى مستخدميها الاصليين في الطريق وهكذا ذهب مارك زوكربيرج في اتجاهين اولهم اتجاه الميتافيروس اللي محدش فاهمه او مقتنع به والاتجاه التاني هو الفيديوهات القصيرة او الريلز اللي ما بتهمش قطاع غير قطاع صغير جدا من الناس بدأت سلسلة الخسائف هل يطرى يقدر مارك زوكربيرج انه يوقف كل هذا ويخرج بابتكار جديد ينقذه من هذا الانهيار طبعا ده اللي هنشوفه يعني خلال الايام القادمة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك اشتركوا في القناة